الزلازل من آيات الله العظام في هذا الكون يبتلي بها عباده تذكيراً أو تخويفاً أو عقوبة وعلى الإنسان أن يتذكر حين وقوع هذه الآيات ضعفه وعجزه وذله وافتقاره بين يدي الله تعالى فيلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع والاستكانة لعل الله يكشف هذا البلاء العظيم عن عموم الناس استحب الفقهاء رحمهم الله الاكثار من الاستغفار والدعاء والتضرع والتصدق عند وقوع الزلازل ولكن ليس في السنة النبوية دليل على استحباب ذكر أو دعاء معين عند حدوث الزلازل وإنما يدعو بما يفتح الله عليه مما فيه طلب الرحمة والغوث من الله عز وجل كي يصرف عن الناس هذا البلاء ومن الأدعية التي نقترحها عليكم عند وقوع الهزات والزلازل الأدعية التالية اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيايا وأهلي ومالي اللهم استرعوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بيني يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين وجعل ما أصابهم خيرا ونعما عليهم اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صخطك اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا اللهم بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين ارحم ضعفنا وافرج همنا واجبر كسرنا وآمن خوفنا اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين ونسألك أن تغفر وترحم جميع موت المسلمين اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية والستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك والسترك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بن عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد ترجمة نانسي قنقر